السلام عليكم ومرحبا بالناس لو مشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر دي زاد اليوم الحصة تعنا يعني واحد كيزي تتعلم مش عيب نعقل لنا كنت شوية صغير الإمام الغزالي كانوا يديره يعني يدير كما نقول لنا يدير محاضرات يعني نعقل والناس تطرح لي أسئلة في ذاك الوقت كان عنده 80 عام نعقل لها والله لنعقل لها مليح هذا يعني يقول لكم عليها إمام الغزالي قال ويحط رحلي السؤال قالوا عندي 80 عام وما زلت نزيد نتعلم لأن قالوا مفتوح هذا المدرب مش عيب يزيد يتعلم احنا نعطوه تلس عوامل وينحسامت الانتصار المغرب على كانادا نعطوه تلس عوامل خالص نعرفوا يخرجوا وذلك كل مرضى مساكين كان لي ألبلكم هذو 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 لم يعبدوا كان لي بابا خسد عليهم مع الشعر خسد عليهم دراعهم منه باش كبره وخرجلو حمار حاشا نو سنتين حاشاكم خرجلو تشريه بمئة تلس كل بغلب تشريه بمئة تلس كل ولحبش علي دير والله ما على باليش علي دير والله ما على بالي ش علي دير 130 140 والله ما على باليش علي دير أحضر الى المصاطق الخطة قد يبلغك سيقول subscribe يقولك الأن على مستوى لك نهاروك نهاية نهاروك نهاية نهاروك نهاية كورت قدم نهاية أنه ليس tips من قرآن لستำيض لن نحبس معي قرآن ولكن ليس هناك مشكلة لنأخذ بنتي صغيرة عندها 12 عام تعلم القرآن ولكن ليس لدي القرآن ولكن ليس لدي القرآن ولكن ليس لديها لنحفظها مع بنتي تحفظني هذه هي ولكن ليس لديك قرآن ولكن ليس لديك انتشكون وهذا مدرب كبير عنا نبقى مخلوع فيكم في الناس لي كتبوا في الفيسبوك يقول لك هذا بو مليار يعني مدرب المنتخب صوفيا أفضل مدرب في إفريقيا ثم كيمار ركراكي و إليو سيسي رامي بولو في الرملاء من هذا أنترينا رخيان بولو في الرملاء أفضل منه هذو خمسة مدربين اللي راحوا أفضل منه كما ذاك معطاوي نحترمه نحترمه خاتش يدير عندي معلومات أنه كين واحد يقرأ في الجامعة منها من العين تابلس قال لي والله لا يدير محاضرة نحترمه يعني سبحان الله كان率 أمن يعني فام найم يعدى معلومات أنت ifzet لا يدير السراء تكذب على مدر مرعش أخسامه سيمطاوي هذا يكون على برك هذاك مميه هذاك تعبديره يأتي في قناة النهار عندك شهر بركتها قناة النهار هذا مكلم خاوتي؟ لا تعبديره تربعها خاف ربية كبيرة كبيرة السيطانة نستعيش فيك السيطانة ونعود أن يتعلم هذا المدرب بمريار تاعكم صاحب المنتخب تاع صوفيا منتخب صوفيا ونحجز المنتخب المغربي عن جادارة واستحقاق مع قاعده في تسمن النهائي كأس العالم قطر بفوزه بهدفين لهدف على منافسه كندا يوم الخامس أول سبتمبر سوف يبقى في التاريخ في مباراة احتضنها يعني في إطار الجولة الثالثة من منافسة المجموعة السادسة في المونديال قطر 2022 وظهر أسود الأطلس بصورة رائعة خلال مباراة وكانوا أفضل والأخطر على مرمى كندا وجاءل هدف التقدم في الدقيقة ل ليس في الدقيقة الربعين جاء في الدقيقة وسنعطى لكم الوصف ا Morgen 3 و 33 يكون مinguه تكب والمئة 300 130 مئة لا البنت الأول كان من ثلاث دقائق و ثلاثين ثانية والبنت كان من ثلاثين مترا و ثلاثين سنتيم واخي يا ورا نحا 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 وظاهرة ونقول له بالهدف الأول للزياج عبر اللعاب الحاكم زياش ثم أضاف يوسف الناصيري والهدف الثاني عند الدقيقة 23 فيما أحرزت كندا هدفها الوحيد بنيران سادقة عند الدقيقة 43 عبر المدافع المغربي نايف أكراد بخطأ في المرمى وبهذا الفوز أصبح راسيد المنتخب المغربي سبع نقاط ليتأهل في صدارة المجموعة إلى الثمن النهائي موديار قطر برفقة وصيف المنتخب كرواتيا صاحب الخمس نقاط فيما جاءت بلجيكا في المركز الثالث على السلم المجموعة برسيد أربع نقاط ثم كندا في المرتبة الرابعة بدون نقاط وانودع كل من منتخب البلجيكي وكندا البطولة ونطرح عليكم هذا الكفاش كان الفوز في النقطة الأولى المنتخب المغربي لم يلعب من أجل تعادل وان وضعت وان رغبة المنتخب المغربي القوية في تحقيق الفوز أمام كندا منذ بداية رغم أن التعادل كان يكفي لضمان تأهل إلى الثمن النهائي وظهر هذا جليا في الضغط المكثف على اللاعبين مما أصمر عن اهتزاز شيباك كندا بصورة مبكرة وفرض الأسود الأطلس إقاعهم على كندا وكانت كتيبة المدرب واليد الركراكي رائعة متماسكة منظبطة على أرض الملعب كما بدأ جليا تنغم كبيرا بين اللاعبين مما أصمر عن تحقيق الانتصار والتأهل بجدارة للدورة الستعاش تألق حاكم زياس وانأرهق حاكم زياس دفاعات المنتخب كندا خلال مباراة بأرضيته وتزديداته وكان من أهم الأسباب تفوق المنتخب بلادي بسرعة رد الفعل عالية استغل زياس خطأ الحارس كندا يعني ميلان في اللقطة الهدف الأول وتمكن من افتتاح الباب التزديد بعدما وضع الكرة بتقان في الشباك وبعد تقديم تبرير حاسمة في الفوز الهدف الثاني على بلجيكا وهدفه في الشباك كندا أصبح الزياس ثالث لعاب مغربي يسجل ويقدم تبرير حاسمة في ذات النسخة من كأس العالم بعد ثنائية مصطفى حاجي وعبد الجليل حدد يعني كما بات نجف الثاني صاحب الأسرع هدف للمنتخب العربي يعني المنتخبات العربية في تاريخ مونديال بهذا الشباك كندا يوم بعد ثلاث دقائق وثلاثين ثانية ثالثا استغلال ضع عمق الدفاع الكندا وركز المدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي على لعب من العمق مستغل ضع قلب الدفاع في كندا كمال ميلار واستيفان يعني وتمركزهم بالخطأ الأمر الذي نتج عنه تسجيل هدف الثاني للأسود الأطلس والذي حمل التوقيعه هو يوسف الناصيري وتلقى المهاجم المغربي تمريرا رائعة من ظاهر أيمن أشرب حاكمي في العمق الدفاع كندا حيثه روض ناصيري الكورا بشكل ممتاز وأطلق تزديده محكمة استقرت في شيباك ليصبح نجم إشبيليا أول لعاب مغربي يسجل في أكثر من نسخة مونديالية 2018-2019 هذا ما لا بيت تعلم يا أبو مليار ما التالي يا أخي هذا ما لا بيت تعلم لا بيت تعلم العلم شي عيب تبغي تقعد أقعد وشوف روحك هذه هي أقعد وشوف روحك ما غادي تدير والو يعني نقول لبو مليار ما غادي تدير والو والله هي ما تديرها أنا نحلف لك أنا نعرف كورت قادم ما غادي تدير والو ضعانة في حالة دي المارض لازم تنزل على الي أمام عندما تقعد ومعرفة أنت يجب أن تأخذ ونعرفة أن تقعد لأن المجميع جدا بل لذاد افريكا مثل يوجد جدا من المجموعين وانتا ما زلت مأمن بالليغ بيتروح الكوب ديمون ولا بيتجيب كوب دافريك بالبالي انتا بالي مشي اللي رفض ما تنسوش اعطونا الجيم كومنتر بارتاجونا الفيديو ولمشي اابوني اابوني معنا ورب يحفظكم بخوتي سعيدو